أنا أجب لك الفيزا و أقدم لك إياها و أختم لك إياها على الجواز بـ 5000$ أعطيني إياها و أنا أقدم لك وأبشر و إن شاء الله ستحصل على الفيزا هذه الحلقة برعاية شركة IPG مقرها في مدينة مساساغا الكندية تريد أن تبدأوا مشاريع و تأسسوا شركات و لا يعرفون من أين تبدو؟ تريد أن تعملوا خطة عمل أو دراسة جدوى لمشاريع قائمة أو مشاريع جديدة و لا يعرفون من أين تبدو؟ شركة IPG فيها تساعدكم خدماتها تشمل تأسيس الشركات الإدارة المالية للشركات والمؤسسات بهدف تحقيق زيادة في الأرباح وزيادة في الإنتاج رئيس الشركة السيد فتحي أبو فرح سيقدم استشارة مجانية لمتابعين القناة و أسعار تفضيلية سأترك لكم معلمات شركة IPG في صندوق الوصف لكي تتواصلوا منها و تستفيدوا من هذا العرض دعونا نبدأ السلام عليكم بداية أمد يطلب منكم أن تعملوا لايك لهذا الفيديو قبل أن تنسوا وتعملوا له شارع لأنه موضوع كثير مهم تبعتوا لأصدقائكم على الواتساك وعلى صفحات التواصل الاجتماعي و لا تنسوا لكم تعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات و تتابعوني على حساب الإنستغرام لكي ترونوا الأخبار التي نزلها بشكل دولي و دعونا نبدأ في الحلقة من قبل كم من يوم هناك شخص نزل منشور عن واحد من الفيديوهات الموجودة عندي على الفيسبوك و كان اسم هذا الشخص على اسم وزير الخارجي الكندي الجديد فرانسوا و حاطت الصورة كمان تبعت البروفايل تبعته فلما ضغطت على البروفايل تبعته حاطت كل المعلومات تبعت وزير الخارجي الكندي فرانسوا و كان كاتب التعليق باللغة العربية و كان التعليق الذي نزل عندي على الفيديو بحكي التالي هل تحتاج إلى تأشير الدخول إلى كندا؟ تساعد حكومة الهجرة والمواطنة الكندية IRCC في الحصول على تأشيرة وإعادة التوطين ضم خطط سفرنا للمهاجرين واللاجئين في نهاية العام التأشيرات وبأسعار رخيصة أضفني إذا كنت مهتم وارسل لي رقم الاتصال على وضعت لك رقم الواتساب هذا المنشور ذكرني بفيديو عملته مؤخرا وتحدث فيه عن الأخبار بين الحقيقة والكذب في الفيديو تحدثت عن خبر انتشر على القنوات الإعلامية الكندية تحدث عن وجود حسابات وهمية وتحديدا حساب وهمي باسم وزير الهجرة الكندي السابق أحمد حسين والخبر الأخير عن موضوع اللجوء كان هناك حساب وهمي لوزير الهجرة الكندي أحمد حسين على صفحات التواصل الاجتماعي تحديدا على الفيسبوك وتم التواصل مع ناس طالبين لجوء من دول مختلفة وتحديدا ذكروا قضية شخص في العراق وبأن وزير الهجرة أحمد حسين طلب من هذا اللاجئ العراقي أنه يبعث له مبلغ تقريبا 3000 وشوي كندي على اساس أنه يقدم له المعاملة تبعته وأنه تم الموافقة على هذا اللجوء وبالآخر طلع هذا الحساب وهمي وانضحك عليه هذا اللاجئ العراقي سأترك لكم رابط هذا الفيديو في صندوق الوصف لكي تحضروا ذكرت يا أخوان بأكثر من مناسبة أنه لا تجعل حاجتك تكون لقمة سائغة عند المحتالين لأنه بصراحة صار فيه ابتكارات وقصص إبداع كيف الناس بتقدر أنها تحتال عليك لكي توهمك وتبيعك الحلم تبعك وبالآخر تتفاجأ أن الحلم هذا تحول إلى كابوس وأنه كان حلم سراب مش موجود اللي أنا رح تعملته رح تعملت بلوك لهذا الحساب ومسحت التعليق عشان أني أتجنب وأمنع الناس أن توقع ضحية لهذا الرجل ولكن خطرت في بالي فكرة رح أحكي لكم عنها بنهاية الفيديو خليكم متابعين للنهاية عشان رح نعمل حملة كل ياتنا مع بعض ورح أحكي لكم شو هنعمل فالمهم العبرة من هذا الخبر الأول أنه ما في أي وزير في العالم أو أي مسؤول رسمي حكومي بيتواصل مع الناس على صفحات التواصل الاجتماعي على الإنستجرام وع الفيسبوك ويطلب منك أنك تبعث لفلوس على اساس أنه يعمل لك معاملة ويأمن لك فيزا ويأمن لك هجرة وهذه الحكية كل ياته فإحذروا من الاحتيال بعرف أنه هناك ناس محتاجة ويتحلم أن تطلع ولكن تجنبوا هذا الاحتيال سأحكي لكم أيضا عن قصص لجوء وهجرة انتشرت في الصحف العالمية من قبل كم من يوم وكيف كلها كانت طرق احتيال مبتكرة لكي تتجنبوا أن توقعوا في هذه الاحتيالات في قصة حكاليها صديق ليلي من قبل كم من يوم كيف كانت في طريقة احتيال صارت في الأردن بأن واحد من المكاتب اللي يبعد يقول لك أنه سنؤمن لك الفيزا وتأخذ الفيزا وتذهب وتسافر هناك وتعمل نجوء ويقول لك أنه سيقدم لك وأنك لا يوجد أصلا داعي أن تذهب ويجيب لك الجواز مختم وهو سيقدمهم للسفير الكندي اللي موجود في السفارة الكندية عن نبي عمان الملفت في القصة طبعا وهي بساطة العقول عندنا في الأردن وفي كثير دول من الدول العربية خصوصا لأن الناس عندها طموح ويجبها تحلم ويجبها تهاجر وممسدها أنت تطلع من البلد فنذهب ويأخذ من المعاملات تبع هذه أنه يجب لهم الفيز يقدم لهم إياها تقريبا خمس تلاف دولار تدفع ألفين دولار مقدم على هذه المعاملة في حالة أنه تم الموافقة تدفع ثلاث تلاف دولار ويجبها تسلم الجواز السفارة وهو مختم عليه الفيزا وفي حالة أنه تم الرفض الالفين دولار كانت هي معاملات اندفعت وراحت فروح الزلمي يجمع له هذه الملفات والأوراق التي يعبوها كل ياتها تكون أوراق صحيحة ورسمية ويأخذ الزلمي ويأخذ الجواز السفارة ويأخذها على السفارة ويكون هناك أشخاص يتأكدون أنه ليس محتال فهم موصلين على السفارة ويأخذون أنه سيفوت على السفارة ويقدم الجوازات ويدفع الفلوس ويأخذون لهم الوصول طبعتهم لكن القصة كلها يأخذون أنه يكون هناك أحد يستنى جوى السفارة واحد من الناس الذين يعملون معهم يسلمه الجوازات ويعطيه أوراق مطبوعة بالإنجليزي ومحطور عليها أختام من ففركة وأنه ختم مزور أنهم استلموا الجوازات وعساسا بعد أسبوع يردون لهم المعاملة ويسلم الجوازات ويأخذ الزلمي إيدي فاضية من السفارة الكندية ويسلمون المثال والجوازات كلها يتركب مع هذا الزلم ومعه وراء أنه يوصل إلى الاستلام ويأرجعهم أنه هي وصول الاستلام تبعتكم وإن شاء الله بالتوفيق طبعا الناس من بساطتها تفكر أن الأمور تمام ويحملوا حالا أنهم مبسوطين ويعرفوش أن هذا الزلم يحتال عليهم وأخذ مثلا ألفين دولار أو ما كان المبلغ الذي يأخذوا منهم وحمل حاله يائما بهرب ويقولوا يا جماعة رفضت الفيز تبعتكم للأسف مع أني أنا عامل خمسين ستين فيزا الأسبوع الماضي وكله مشي بس سبحان الله ما بعرف الكندين هلأ معصلي يأتي معنا وقعدين عم برفضوا كل الفيز تبعات الأردنية ما بعرف حظكم وما في شيء طبعا بضمن لك أو بأكد لك أن هذا الحكي صحيحة أو خطب اللي أعلمنا بدي أقول لك إياها أنه ما في أي حدا بقدر يروح يقدم عنك لفيزا سواء كانت فيزا دراسة فيزا سياحة أي معاملة رسمية وأنك تنختم فيها الفيزا على جواز سفرك لا يوجد حدا بقدر يروح يعمل المقابلة عنك لازم أنت تروح بنفسك على السفارة الكندية أو على الأمريكية أو على كل السفارات تقريبا في دول العالم السبب في ذلك أنك عندما تروح بالذات على السفارة الكندية أو الأمريكية لازم تعمل اللي هو يسموه أنك بدك تختم أصابعك اللي هو البصمات تبعتك بدي يأخذوها يأخذو الأصابع الخمسة كاملين وبيأخذوا بصمة العين فلذلك ما في واحد بقدر يروح يقدم على فيزا أو يعمل مقابلة من غيرك أنت لازم تروح بنفسك للحد لأنه يا جماعة حتى لما الشخص بده يقدم لجوء من داخل كندا أنت ما بتقدر أنك أنت تروح كمحامي تقدم عنه هذا الشخص بيأخذ الملف هو بروح بيقدم اللجوء دور المحامي بيجي بعدين وقت الترافع فالشخص نفسه بنفسه لازم هو يروح يقدم على الفيزا أو يقدم على اللجوء أو يقدم المعاملة الرسمية سواء بالسفارة أو بوزارات الهجرة واللجوء بدول العالم الفكرة هنا أنه ما في حدا بقدر يروح يمشت لك ويقدم عنك الفيزا فاحذر أنك توقع مرة تانية في هذه الاحتيالات واحدة من القصص الملفتة التي كمان قرأت عنها من قبل كم من يوم كانت قصة لجوء لناس من قارة آسيا عم بحاولوا يطلعوا على أوروبا تحديدا على دولة فنلندا من روسيا بس المضحك بهذه القصة والاحتيال العجيب قديش المحتالين صيرين مبتكرين بالطرق اللي بلوميس رأوا فيها الناس قد ما هي روسيا دولة كبيرة فهي قارة أكبر دولة بالعالم فبروح بوديهم على الحدود القريبة على فنلندا وبكون هذا المحتال عامل حدود موجودة قبل الحدود الفنلندية الروسية تقريبا بعيدة عن الحدود الرسمية عشرين كيلومتر عامل حدود مزيفة ومخلي الناس تعبروا وموصلهم لعند هاي نقطة العبور ومخلينهم يعبروا انه هيكم أطاعتوا روسيا ودخلتوا على فنلندا وكملوا وانطلقوا واذهبوا فأنتموا الطلقاء وبعدين الناس بحث ما دخلت وعبرت هاي النقطة بالآخر بتتفاجأ ان هي لستها أصلا جوا روسيا وهي ما طلعت من روسيا انقضض على هدول الناس ويترحلوا مرة تانية على آسيا والرجل اللي مسك كان ماخد 11 ألف دولار تقريبا من كل شخص اللي هو 10 تلاف يورو مسكته الحكومة الروسية وهلا عم بنعمل معه تحقيق طبعا هاي فكرة انك تفبرك حدود غير رسمية داخل الأراضي تبعية الدولة اللي انت موجود فيها بتزبط يمكن اكتر اشي خصوصا في الدول الكبيرة مثل كندا أمريكا روسيا لانه الحدود الرسمية بينهم وبين جيرانهم كتير حدود طويلة مش معبر بسيط انك انت فعلا تسيطر عليهم وتقدر تراقبه ففكرة انك تروح تعمل حدود غير رسمية وتحط الصينات كأنها هاي اللغة الرسمية تبعت فنلندا وانك انت دخلت الأراضي الفنلندية صراحة انا شفتها فكرة عبقرية شيطانية يعني فانتبهوا انتوا كمان مرة تانية انه ما توقعوا باحتيالات مثل هاي لازم يكون عندنا شوي بعض الفطمة يعني فالشخص المؤمن بيكون كيس وفطن وحذر هاي كانت حلقة سريعة جدا هيك بس عشان نخليكم وننبهكم على موضوع الاحتيالات اللي بتصير بموضوع الهجرة واللجوء انتبهوا انكم تدخلوا في هاي الموضوع ونرجع نوضوع البروفايل الوهمي تبع وزير الخارجية الكندي فرانسوا فليب بعد ما انا سحت المسيج تبعته وعملت له بلوك قررت ان يمكن ما يكون هذا الحل المناسب قررت انه لازم احنا نروح نتواصل معه على الرقم تبع الواتساب تبعه مع العلم ان الرقم اللي مستخدمه للواتساب هو رقم امريكي فيعني تخيل وزير الخارجية الكندي عم يتواصل معك ويقولك ابعتلي على الواتساب على رقم امريكي مش رقم كندي كمان يعني كيف صارت يا شباب المهم فقررت ان احنا نروح نحط الرقم تبعه نفضحه ونروح كل ياتنا نبعت له مسيجات على الواتساب لحد ما يعرف ان الله حق وكمان لما كلكم تبعتوله مسيجات ويرد عليكم او يصير فيه اي تجاوب بينكم وبينه ابعتولي سكرينشوت لهذه المحادثات على ايميل القناة اللي مبين على الشاشة ونروح نعمل فيديو ان شاء الله ونعد نسلم هذه المسيجات ونعد مضحك على ردود الفعل تبعت الناس واشبعتوله عشان نشاركها كل ياتنا مع بعض لقدام ونعمل منه عبرة لمن لم يعتبر هذه كانت حلقة اليوم امل انكم تكونوا استفدتوا وما توقعوا في هذه الاحتيالات اللي عم تصير قادة على الانترنت واللي هلأ كثير كترانة وبشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة الى اللقاء